اليوم القانونية قانونية أي تقرير هي صادرة أو ترتكز على من يصدر هذا التقرير وهي الأمم المتحدة والمسألة أن هذه التقارير تصطدم بالفيتو الروسي في مجلس الأمن ولو لم يكن هناك هذا الفيتو الروسي لما كانت الضربة العسكرية منذ يومين أو ثلاثة لأن الضربة العسكرية نوعا ما قفزت فوق هذا الفيتو الروسي محاولة إرساء يعني معادلة قوة لكي تردع استعمال الكيماوي مرة أخرى ومن هنا مسألة قانونية أو عدم قانونية هذه التقارير ليس عمق المشكلة تنظيم القوة بخدمة القانون الدولي وحماية الأبرياء والشعوب من استعمال هذا النوع من السلاح